زي ما قلت لكم قبل الفاصل طبعا بنبارك مرة تانية لأشقاءنا في السعودية الهلال السعودي بيزوج ببطولة دوري أبطال أسيا للمرة الرابعة في تاريخه وهيبقى ان شاء الله بيشارك مع الأهلي المصري في بطولة كاس العالم للأندية انبارح كان النهاية وقدروا يكسبه بنتيجة 2-0 هنتكلم على طبعا دوري أبطال طبعا دي لقطات من مباراة الأمس وبالمناسبة الماتش ده شاهد تسجيل أسرع هدف في تاريخ بطولة دوري أبطال أسيا اللي سجله ياسر الدوسري بعد تقريبا 17 ثانية من بداية المباراة طبعا دي لحظات نهاية المباراة وفرحة لعبي الهلال اللي فازوا بالمباراة على حساب وهنجل الكوري بنتيجة 2-0 طبعا هنشوف مع حضراتكم ده دي لقطات من بداية المباراة المباراة استضافتها الرياض وده طبعا كان ملعب المباراة محدد مسبقا قبل انتلاق البطولة وده الهدف الأول في المباراة ثانية 11-12-13-14 بوم 17 هدف عالمي بصراحة من برها المنطقة ياسر الدوسري ده لعيب صغير من لعيب الشباب يعني لعيب الشباب في فريق الهلال السعودي وكانت طبعا بداية قواية جدا حاول طبعا بوهنجل الكوري نيعد النتيجة لكن للأسف بالأسف بالنسبة لكوريا طبعا الهلال السعودي أكد الهدف اللي أحرازه ياسر الدوسري بهدف تاني وقدر ينهي المباراة بنتيجة 2-0 الفرقتين على فكرة عندهم 3 ألقاب لدوري الأبطال وبالخوص بتانيبارح أو بتاتويج بتانيبارح الهلال السعودي بينفرد بأربع ألقاب من بطولة دوري أبطال أسيا وقدر هتكسل عالم مبدعيا هتكون في نهاية شهر ديسمبر اللي جاي إن شاء الله كل التوفيق للأهلي والهلال الممثلي المنطقة العربية أو الدولة العربية في البطولة هنتكلم كلام كثير كمان على طبعا شامبيونز ليج أقوى وأجمل وأهم بطولة بشوفها حتى أهم من كاس العالم نفسه مبارح تابعنا جولة قوية جدا والنهاردة فيه مطشط في منتهى الأهمية خلاص مراحل أو مرحلة المجموعات في اللقطات الأخيرة اسمحونا نرحب فيه السادسة بمحل كرة عالمية فاروق عصام ضيفنا فيه السادسة مسأخير يا فاروق السلام الخير يا أحمد سعيد إن أنا معاكم النهاردة شرفنا ومنورنا إيه أكتر مباراة لفتت انتباه كمبارح قبل ما أدخل في الجداول والتفاصيل والأرقام والله أنا 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 كنت متحمس أتفرج على تشافي وبارشلونة وخصوصا أن الماتش كان فرصة بمتيكا بارسا أه فرصة زعبية للبارسا أنها تتأهل وما تعقدش موقفها في التأهل للمباراة بير ميونيخ فكنت متحمس أتفرج على تشافي وفعلا تشافي فاجئني بتغيير كده شوية في حساباته التكتيكية واستغنى عن 4-3-3 المعتادة لبارشلونة والمعتادة لشافي اللي كان عطول بيلعبها في النادي مع بيب جوارديولا ولعب 3-4-3 لعب بثلاث مدافعين أروخ وبيكيه ولونجليه فكنت عايز أشوف تشافي وأفكاره لقيت أن فيه تطور عن مباراة إسبانيول فيه في لعب أفضل من بارشلونة فكنت متحمس شوية عن مباراة تشيلسي واليوفي قلت أشوف بارشلونة وعجبتك المباراة؟ بارشلونة قدم عرض قوي جدا قدام اليوفي تشيلسي تشيلسي فريق تاخذ حقيقة أعمل شجل عالمي مع تشيلسي هو فريق متكامل بصراحة تشيلسي يعني أنت ما تقدرش لو شفنا الأهداف الأربعة من كرة سابتة بيجيبوا من تصويبات ريس جيمس بيجيب من تواغلات جوه المنطقة من تواغل جوه المنطقة فأنت ما تقدرش تشوف تشيلسي أي نوع تضعفه وتقف قصادها أو توقفها ده غير أنه فريق دفاعي صلب جدا أقل فريق في الدورة الإنجليز دخل فيه أهداف آخر تقريبا عشر مرشاد دخل فيه ثلاث أهداف بس في دور الأبطال دخل فيه هدف ففريق متكامل توخل يمكن عنده شوية الحتة بتاعت أنه كمان في تصرحاته بعد المتش قال أنه عندي مشكلة في اختيار اللعيب عندي حيرة دايما في اختيار اللعيب هو بيعتمد على المنظومة ما بيعتمدش على الأفراد شوفنا لعب قائد في الفرقة زي سيزر أسبليكويتا مش موجود لحساب لعيب شاب زي تشالوبة في خط الدفاع واللي هو اللعيب اللي قدر يسجل هدف الأول وبيقدم عروض جيدة جدا شوفنا في خط الهجوم بعد موجود روميلو لوكاكو ما بيأسرش على خط هجوم تشيلسي في المباراة اللي فاتت في الدوري بيدفع بماونت وهافرتس ميسون ماونت وهافرتس وهوتسون أدوي المرة دي قاعد هفرتس وبيلعب بزياش حكيم زياش ففيه تغيرات دايماً هو عنده المنظومة واحدة والأفراد هم المتغيرين حتى لو شوفنا الأجنب عنده ريس جيمس أو تشيلويل لو لعب ألونزو في مكان تشيلويل ما بتحسش بأي غياب فأي عنصر بيغيب عن تشيلسي دلوقتي ما بيتقصرش الفريق فدايماً أي خصم بيواجه فريق تشيلسي بيلاقي صعوبة كبيرة اليوفي بقى لو تكلمنا النحية التانية اليوفي حتى لو ككل لسه رجع لهم يعني بعد ما تقلق مع الانتر جابوه على الجاهز ورغم كده تحس أنه فريق الحقيقة يمكن من أفضل فرق منضبطة تكتيكياً من أفضل فرق اللي بتقدم كرة جامعية وبتهالي المبارات اليوفي مبارح بيكشر عن يابو بيقول أنه جاهز للدفاع عن اللقب اللي حققه لموسم الأخير طبعاً قدري يكون فرقة مرعبة لو تكلمنا عن الحتة اللي انت بتكلم فيها دي أنا شايفها ميزة لتوماس تخل إنه هو في تشيلسي حالياً ما عندوش النجوم البرزة يمكن في باريس هانجرمان كان بيقابله مشاكل شوية في إراحة بعض النجوم أو لو هو عايز مثلاً نجم في المباراة ما بيقدمش أفضل مع عنده ما بيقدرش يريحه شوية بتعليمات من الإدارة اللي جايبه متعقدة مع إيمار بـ 222 مليون فما إدارش إنه هو يقعد على ديكة البودلية لكن في تشيلسي أنا اللعيب أي لعيب بشوفه ما بيقدمش المستوى اللي أنا منتظره منه أو ما بيقدمش التعليمات المطلوبة منه بيقدر أعاده على ديكة البودلية فأعتقد إن منظومة تشيلسي وجود وعدم وجود النجم بيصب في مصلحة توماس تخل وأفكاره التكتيكية لو حتى هو لما صرح على اللعيب اللي عنده قال أنا ما عنديش لعيب ضامن مركزه في الفرقة يمكن إدوارد مندي بس الحارس هو الحارس اللعيب الوحيد اللي ضامن مركزه لكن في تنافس في كل مركز موجود في تشيلسي مرشح مندي من ضمن أفضل حراس العالم بس خلينا نجعل نقطة دي يبدو برضو إنه في أوقات كتير جدا قطرة النجوم جوه قط اللبس بتبقى لعنة على المدربين يعني 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 لما عندك نجوم ب إذا كنت تتكلم يعني على سبيل مثال على بي أجي عندك نيمار وديماريا وليون الميسي وفيراتي ودراكسلر ويعني أنت بتتكلم على نجوم الكوكب كلهم نجوم الكوكب كلهم موجود يعني إزاي تقدر تسيطر وإزاي تقدر تحسس اللعيبة دي بالعدالة وبالمساواة وإزاي تقدر تتجنب أي غضب من لأنه كلهم نجوم وكل واحد تحسس إنه مفترض إنه هو الأهم يعني في الفرق دي ممكن تبقى نقم أكتر ما تكون منها نعمة فاروق طبعا طبعا حتى موريسيو بوتيتيوني لما تكلموا إنه دلوقتي مرشح لتدريب منشستر يونايتد قالوا إنه مش سعيد في بريس حد يبقى معاه فرقة زي بي اس جي دي وما يبقى سعيد لكن أكتر واحد يحس بتأثير الفرقة دي وجود نجوم العالم في الفرقة هو المدرب ليه؟ لأن عندك قدام ميسي ونيمارو ومبابي هتقدر تقعد أي لعيب فيهم في مباراة واحدة؟ عندك على ديكة البودلاء مورو إيكاردي كان هداف في الدور الإيطالي وكان لعيب يعني كرني كده قبل توماس طوخيل كان أُني إمري لي ماسك بي اس جي بس كان الفريق أخف شوي أناي إمري واحد من أفضل المدربين وتظلم في البي اس جي وبي صور لي بعد توماس طوخيل واحد من أفضل المدربين في العالم وحالين بوتيتيني واحد من أفضل المدربيين في العالم وكلهم يبدو أنه ما أستقدر يعمل حقيق يعني ما يدوش قال هدف الرئيسي يبدوír يا ابتال أردق القصة ليس قصة نجوم وليس قصة فقط من مدير فني لأن القصة بتقول إنه في حاجة في المعادلة غلط كتيم أنت بتلعب كرة القدم كتيم 11 لعب أنا عندي الكتيبة النجوم ماشي ممكن أحط نجم اتنين لكن ما تنفعش الفرقة كلها في كل خطوطها يبقى كلها نجوم ما ينفعش أتعاقد مع فينالدوم لعيب كان نجم في ليفربول وأجيبه وأحطه على دكة البودلاء للحساب العيبة زي باريدس وفيراتي هقدر أريح منهم يعني فيراتي نجم في اليورو نجم منتخب إيطاليا مستحيل إن أنا أقدر أعده على دكة البودلاء لأنه هو بيقدم لي في الملعب المستوى اللي يخليه يلعب أساسي نفس الكلام في خط الدفاع سرخ يراموس لما يرجع هيلعب مكان مين ماركينيوس كيمبينبي كيمبينبي ما يقدرش يريحه لأنه كيمبينبي بيعتمد عليه فرنسا كمستقبل دفاع المنتخب الفرنسي فما يقدرش إنه هو يعد كيمبينبي ماركينيوس قائد الفرقة وهو عادت الألقاء يلعب بثلاث مدافعين فبوشيتينو عايز يهرب بقى من الصداع ده كله ويروح فرقة زي منشستر يونايتد منشستر يونايتد هنيجي للكلام عليه ياب إنه لعنة سول شاير اتفكت مع مايكل كاريك بس خيزقك حتى على مستوى حرص المرمى عندك حارس كبير جدا زي كالورنافس وتروح تتعاقد مع دوناروينكي دوناروما يمكن المركز ده الوحيد اللي حب بوشيتينو يعمل فيه منافسة شوية خرج منه رايولا وكيل أعمال دوناروما وصرح تصريح غريب جدا كان بالنسبة لي غريب جدا أنه خرج هد التهديد مباشر قال لهم دوناروما لو استمرت المنافسة ما بينه ما بين كالورنافس وما لعبش دوناروما هيمشي من باريس سان جرمان أنت متعاقد مع أفضل حارس في العالم الحارس اللي هو أفضل لاعب كمان في بطولة أوروبا مش أفضل حارس فأنت واخد دوناروما ما ينفعش أنه يقعد على ديكة البودلاء مع أن كالورنافس حارس ممتاز جدا وبيقدم عروض جيدة جدا فكان حابب أنه يديه وبدأ كالورنافس الموسم وكان هو بيأخذ أكثر من دوناروما ومن الذي أعتقد شغالين من نظام الدور المدورة بس بعد تصريح منه رايولا شوية بدأ دوناروما يظهر في الصورة وبدأ يأخذ فرص أكثر لأنه باريس سان جرمان متعاقد مع دوناروما على أساس أنه الحارس المستقبل هاجل باريس سان جرمان طبعا النار ده مطش درب نار يعني مباراة أولا بين فرقتين قوة عظمة يعني كل واحدة منهم فرقة مليانة بالنجوم فرقتين لتنين مرشحين لتحيي اللقب مباراة سائرية من الموسم اللي فات ومن المباراة بتاعت الدور الأول في المجموعات بتكلم طبعا عن المان سيتي في مواجهة بي أجي بس الأول لازم عدي على اليونيتد اللي يبدو أنه على الرغم من تعثره يعني وهو معاناته محليا مع سولشاير لكن مباراة مع طبعا تحت قيادة كارك مايكل كارك قدام فيا ريال قدر أنه هو يستعيد يعني زاكرت بقى هقول زاكرت لأنه بقى له كتير تهقلي ما كسبش زاكرت الانتصالات مرة تانية ويكسب فيا ريال بنتيجة لنصفر ببرة ملعبه ويحافظ على فرصته في صدارة المجموع والتأهل للأدوار اللي جاي والله هو كان بالنسبة لي إسبوع الهنى والسعادة سولشاير مشي بصراحة كان قرار متأخر جدا 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 كان لازم يتهم ينفعش تبقى في فضيحة الواتفورد خلاص كل المؤشرات بتقول إنه كان لازم ينشي والله من قبل واتفورد من أول يعني هما تدول الفرصة قلنا لحد التوقف الدولي خلاص في اسبوعين يعني يخد وقت إنه هو يبقى في اسبوعين عشان تغيير المدرب لكن بعد التوقف الدولي يجي سولشاير ويكمل وتصريحات غريبة جدا إنه هو خد وقود إنه هو مكمل ومنصبه في أمان زي أنت بتخسر من الغريم التقليدي وبتخسر في الديربي من منشستر سيتي وبعد كده بتلعب بتخسر بفضيحة بربعة واحد ضد واتفورد فكان لازم يقال بالنسبة للي كان غريب في منشستر يونيتد شوية إنه هما كمل الجهاز الفني كله يعني هو هل المشكلة كان في صلشاير بس في منشستر يونيتد دايما أو في الأندية الإنجليزية المدير الفني ما بيبقاش مسؤول أكتر عن التاكتكس الجهاز الفني اللي معاه هو اللي مسؤول عن الأمور الفنية وتحضير اللعيبة للمباريات فانت مشيت الراس الكبيرة وسبت مايكل كاريك سبت ماكينة المساعد سبت مايك فيلن الجهاز كله موجود ما غيرتش أي حاجة حتى بول سكولز كان بيتكلم في تحليله للمباراة فيا ريال قال إنه هو التغيير ده ما حصلش أي تغيير غير إن اللعيبة حست إنه هو في مدرب قادم في دفعة جديدة هتبقى موجودة لكن تغيير فنيا ما حصلش لأن دايما اللعيبة الجهاز الفني اللي كان موجود هو هو الجهاز الفني اللي كان مع سولشاير فكان مفروض إن الجهاز الفني يقل ويجي جهاز فني مؤقت وهم حاليا بيدوروا على مدرب مؤقت لكن ضد فيا ريال بصراحة كان منشستر يونايتد قدم عرض متماسك شوية مش هنقول عرض جيد لكن هو كان عرض متماسك شوية أقدر يعالج بعض الصغرات مايكل كاريك وأعتقد إنه هو لابد من تغيير قريب جدا في منشستر حكام الكلامي عن من يونايتد خصوصا طبعا على المدرب أو مدير الفني المرشح لتولي المسئولية خلفا لسولشاير بعد طبعا كاريك لأنه كاريك طبعا مرحلة أعتقدناها مش هتطول كتير مرحلة مؤقتة لغاية لما تم الاستقرار على اسم المدير الفني اللي جاي اسمحوا لي يا روح لفاصل كمان عشان ينضمننا واحد من محللين كل العالمية هيكون ضفنا كمان مع فاروق في السادسة نادر شبانة بس اسمحوا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيأكد دايما انه مدرب كبير مع عتلياتكم مدريد يعني بس برضو يعني جوارديولا في حتة تانية مش عارف ضيوفي يتفقوا مع ده خلوني بداية طبعا نرحب بنادر الشبانة اللي بينضمننا اللي بينضمننا اللي مساء خيري نادر أهلا وسهلا بيك في السادسة طبعا برحب برضو بفاروق مرة تانية أهلا بك فاروق أنا أتفق معك أنه جوارديولا مدرب عبقاري وكل حاجة بس أنا عايز أشوفه في تجربة في صراحة مع فرقة أقل شوي يعني فرقة أقل من باير ميونيخ من برشلونة من منشستر سيتي الفرقة دي من غير مدرب كانوا بيأخذوا بطلاط منشستر سيتي بل جريني مدرب متوسط جدا قدر يأخذ بي الدوري منشيني قدر يأخذ بي الدوري باير ميونيخ بيأخذ الدوري ممكن لو معينوش جهاز فن برشلونة هو قدر يعمل طفرة فنها حابب أشوفه في فرقة ما عندهاش الإمكانيات هل هيقدر يلعب الكرة بتاعته وهل هيقدر يقدم فلسفته هو مدرب متجدد ومدرب دايما بيلاقي جديد ودايما فيه أفكار بس زي ما قلتلك حتى قبل الهوى أنه هو بيحب يفرد شخصيته شوية على الفرقة اللي بيضربها يعني دايما فرقة كرة القدم اللاعب هو النجم دي معتمدة على اللعيب المدرب بيقود الفرقة طب مين الأقدر من نوجة نظرك منشيني إن كنت شوف سيميوني عمل موسم حلو بس إن مستوى ريال مدريد وبرشلونة كان متراجع تساعد أتاكتو مع سيميوني شوية لكن روبرتو منشيني حقق إنجاز كبير جدا للكرة نادر أنا شايف توماس توخل الحقيقة يعني توماس توخل جاي وهو كمدرب مؤقت زي ما الناس كانت شايفة إنه كان مدرب طارق زي ما كان يطلق عليه جاي لفريق ما كانش بنفس على حاجة تشيلسي تجاه تخفلف معنا أنا شايف لا الحقيقة أنا شايف إن توماس توخل في وقت ما مسج تشيلسي محدش كان متوقع ده حقيقي ماشي مطروض من باريس سان جرمان بسبب مشاكل ما بينه وما بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي محدش كان متوقع نجاحه مع تشيلسي مرة واحدا تلاقيت في خلال 3 أو 4 شهور توماس توخل في فاينال شايف ولا حد كمتوقع نجاح تشيلسي معاه ولا حاجة أمس تشيلسي لامبرد ما كانش مؤهل إنه هو يكون مرشح لمجرد حتى المنافسة يعني ومعظم اللعيبة اللي كانت موجودة مع لامبرد كانت متقلقة مش هما هما اللعيبة اللي كانت موجودة معاه يعني اللعيبة كتير اختلفت عن السكواد اللي كان مع لامبرد كان بداخل لو جينا شفنا أن لوكاكو غايب مثلا مؤخرا آخر 4 أو 5 ماتشات تشيلسي الهدفين بتاعهم الزاهرين لو تتفل معاه يا فاروق تشيلويل أو ريس جيمس أو ماركس ألونسو لما كان موجود اللعيبة دي كلها هي مفاتيح اللعب اللي عنه هنتكلم عن الموسم اللي فات فأنا شايف الحقيقة أنا متفق معايك إن بيب جارديولا مدرب عظيم معا لا خلاف خرج المنافسة لا خلاف لا مش برضو خرج هو يعني مفيش اختلاف في ده بس أنا شايف إن توماس تخل هو الأحق بالجائزة أفضل مدرب ويا لي روبرتو منشينو بتفق مع زميلي فاروق تمام طيب ده بالنسبة للمدربين طيب بالنسبة للعبين القايمة الشورت ليست زي ما بيقولوا كده تعالوا نشوف الأسماء ونشوف ونتكلم شوية على محمد صلاح عشان الناس هنا كتير قوي وأعتقد إنه ده على قل السيزن ده صعب شوية الجايزة للعام كله مش نص العام الأخير لو كانت نص العام الأخير لا يقل على محمد صلاح وأعتقد إنه فرص صلاح في السنة الجاي إذا قدر يحافظ على مستوى وكمان لو قدر يوصل مع منتخب مصر الكاس عالم أو يحقق حاجة في بطولة أمم أفريقيا أعتقد هتساعده جدا السنة الجاي لكن السنة دي عشان بس أنا مش ضد طيب أتمنى أن محمد صلاح يفوز بالجائزة بس السنة دي لا الدنيا بعيدة هو من الأسماء الشورت ليستد أو القايمة الأخيرة اللي تم اختيارها لكن معها برضو أسماء ليها إنجازات وليها رصيد كبير نشوف معاكم طبعا محمد صلاح لعابنا المصري هبتدي بهي طبعا شارك أساسي في ماتش الفريق قدام أرسنا الأخير وحقق موسم كعيس جدا مع ليفر بول الموسم الحالي يعني عندنا كمان ليفندفسكي روبرت ليفندفسكي مهاجم بير مينيخ كريستيان رونالدو ميسي وإن كنت كمان أحط رونالدو ميسي مع محمد صلاح إلى حد كبير هم أبعاد شوية عن اللقب السنة دي عندنا كيفن دي بروينا نجم منتخب بلجيكا ونجم المان سيتي عندنا كمان كريم بنزيمة رغم أن فيه طبعا مشكلة بنزيمة بالمناسبة صدر النهاردة ضده حكم قضائي بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ طبعا في قضية الابتزاز الجنسي قضية ومش عارف حتى يمكن ده يعني يأثر على وجوده النهاردة طبعا ريال عنده مباراة مهمة يأثر على وجوده مع منتخب فرنسا خلينا نكلمكم شوية بس الأول على فرص الأفضل على مستوى العالم من الأسماء اللي احنا تكلمنا عليها أنا شايف أن هنبدأ بمحمد صلاح سيئة محرك بدأت محمد صلاح قدم سيزون استثنائي الحالي بداية بالزبط مطفق معاك أنه فرص صعبة بعد الموسم اللي فات أن ليفربول محققش أي بطولة ليفربول تأهل شامبينز ليج بصعوبة في الثلاثة أربعة منشاط الأخيرة بفرل جول أليسون في وستي بروميتش محمد صلاح لو هنتكلم عليه هو أفضل لها في العالم في الوقت الحالي من بداية السيزن لحد الآن محمد صلاح أفضل لها في العالم تمام لا اللقب اللقب تحديدا أنا عن نفسي لو هتدي الحد هتدي لروبرت ليفندوفسكي ليفندوفسكي تمام وطبعا معنا عمبابي ونمار دول لازم يكونوا حاضرين فاروق هو أنت سبعت ميسي بس المفاجأة بقى تسريبات كده لا مش ممكن تسريبات لبوسلي تبقى كوسة كوسة أنا بقولك 99% ميسي ليه ليه ميسي هقولك أنا حالي في مؤشرات كده بتظهر قبل الكرة الزهبية اللعب اللي بيجري حوارات مع الصحف وخصوصا أني ميسي أجرى حوار مع فرانس فوتبول الصحيفة الأساسية اللي المسؤول عن جائزة الكرة الزهبية أجرى حوار مؤخرا مع فرانس فوتبول أجرى حوار مع سبورت أجرى حوار مع ماركة فالإعلام لما بيجيله تعليمات شوان ميل كاسبان ممكن يعمل حوارات مع أكتر من اللعب ده غير أني ليونيل ميسي في السنة اللي حقق فيها الإنجاز اللي كان بيبحث عنه طول مسيرته الإنجاز مع متخب الأرجنتين صعب جدا ما ياخدش الكرة الزهبية ده كده شاي بالياسمين رسمي هم دايما في عندهم حيثة إن ليونيل ميسي شئنا أمقا بينا هو أفضل لعب على مصطلع فيوم يحقق إنجازات أو السنة اللي حقق فيها إنجازات أو بطولات ده مش موجود يعني ميسي آخر موسم مع البارسا والموسم ده مع بيوني 38 هدف التوقع على بنزيمة يعني هو بنزيمة خلينا نتكلم إن إيرلينج هلند مرشح مع ليفاندوفسكي بنزيمة مرشح مع ميسي لكن ليفاندوفسكي تفوق على هلند كهداف للدوري الألماني ليونيل ميسي تفوق على بنزيمة كهداف للدوري الأسباني 38 هدف دي توقعاتك لكن رؤيتك رأيك لو أنت بتدي الجائزة روبرت ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي هو الأقل 41 جول في السيزن رقم مولر تحطم اللي ما كانش في حد في ألمانيا يتخيل إن رقم مولر تحطم فبالنسبة ليفاندوفسكي عمل 20-21 خيالية بصعب موسم استثنائي ليل إن بدأت جايب جون الحقيقة رهيب أعلامي طبعا بقى منيخ دينا موكييف الهدف الأول بقى منيخ واحدة كده دابل كيك ما بتجيش هو بدأ كمان في دوري الأبطال أهدافه من 2011 ميسي ورنالدو بدأين أهدافهم من قبله بكتير وهو ينافسهم دلوقتي يقرب من بنزيمة وقرب إنه يبقى الهدف الثالث لدوري أبطال أوروبا فليفاندوفسكي لو كان موجود في السنين اللي تلع فيها ميسي ورنالدو كان جايز جدا إنه يبقى أفضل هدف في دوري الأبطال هو هدف مكينة أحداث بسرعة بنانب كمان إن ليفاندوفسكي بيلعب في منتخب بولندا فلو بيلعب في منتخب بلسكوير اللي مع البرتغال أو الاسكوير اللي مع الأرجنتين أو بلجيكا أو بلجيكا أو إيطاليا مؤخرا هنلاقي إن المنافسة ممكن تكون عشان الألقاب مع منتخب بلاده أكتر لكن يحسب له ثلاث أهداف في يورو 2020 وما تأهلش لدور الـ 16 ومع ذلك رجل بينحط في الصخر الحقيقي صحيح ولو مفاس بيها بي ممكن يعني صحيح بجد فيه لعيبة كده حقبة ميسي ورونالدو تظلموا كتير ويسلي شنايدر في 2010 بلواخد الثلاثية وعمل كل حاجة ومع منتخب هولندا قدر يترشح الانهائي كساعة لأنه ما بيأخدش البصاحية نروح نرجع مرة ثانية للشامبيونز ديج أعرف رأيكم لأول أقوى مواجهة النهاردة والمواجهة المنتظرة من وجهة نادر ومن وجهة فاروق أكيد سيتي و بي اس جي يعني بريزان جرمان ومنشستر سيتي ماتش قاوي جدا الاثنين دامنوا طبعا التأول بس ماتش مين في الصدارة مين يعني كل فليل يبحث على الصدارة بزبط الاثنين بس أنا شخصيا شايف أن الماتش دا جورديولو مش هيفوته زي اللي حصل في الماتش اللي فات ها هيرجع ان شاء الله ويكسب الماتش دا عشان أنا عايز بي بي بجورديولو اللي يكسب بصراحة تمام والله يا تعشم يخسروا فارق سكور كبير مين بي اس جي عشان بوتيتينو موجود في منشستر ما يسافرش بقى يفضل موجود ويخلصوا مع العقد ويمضوا معه في منشستر رينايتد ويجيبوا هم بقى مدرب تاني وكانوا بتكلموا على زيدان بس مستحيل يعني لو كلمنا من زيدان يضرب البي اس جي مستحيل لأنه هو مش هجع عشان مرصح نتكلم في نقطة دي قبل الفاصل انا هقول لك الاسماء أو هقول لكم الاسماء يعني بما ان احنا انتو رجعتونا منشستر التاني الاسماء اللي اترحت وتقول لنا مين الاقرب من وجهة نظركم حتى وان كانت بعيدة شوية طبعا زيدان واحد يعني من اكتر الاسماء اللي اترشحت والكلام كان عليها كتير جدا رغم اعلان زيدان نفسه ان هو رغبته الاولى ان هو يمسك كمنتخب فرنسا او يضرب البي اس جي بوتيتينو اتقال في اللحظة من اللحظات ان الرغبة الاول لالإدارة المان يونيتد كريستانو رونالدو عنده رغبة او تواصل مع عدارة المان يونيتد انه وليمش تويس امريكي مدارة بالمنتخب الاسماني مين اقرب ومين اصلح من وجهة نظركم نادر انا شايف ان الاصلح لمانشستر يونيتد كان بوتيتينو من قبل حتى ما كان يمسك باريسان جرمان من بعد ما بوتيتينو ساب توتنهم كان في الوقت ده سولشاير كان برضو بيعاني وكان الفريق بيعاني معاه بوتيتينو عارف الدور الانجليزي وهيقدر يشتغل مع الاسكوار اللي مع منشستر يونيتد ويطلع منه من نتائج كويسة جدا قد يكون بوتيتينو ايامه معدودة في باريسان جرمان من وجهة ناظر يعني الشخصية هو يخسن نهاردة سكور في الادارة وقف منشستر باندو معه بس في نفس الوقت برضو ممكن يكون هو مش حابب يجازف ان هو يمسك الفريق في نص الموسيقى ليه اي مدرب بشكل عام هيحب ان هو يمسك الفريق في بداية الموسيقى ويعمل براحته وكل حاجة قد يكون هو انا وجهة نظر الشخصية ما عرفش هو تفكيره يكون ايه بصراحة بس انا شايف الانسب هو بوتيتينو خلينا نتكلم ان في اسمين مستحلين هم اللي كانوا متصدرين القايمة وفي اسمين متحلين وممكن هم اللي يجوا الاسمين اللي مستحلين لويس انريكي طبعا لان اسبانيا الاتحاد الاسباني مستحيل يمشي الروس لانه هو العماد الرئيسي للجيل الحالي لمنتخب اسبانيا الاسم الثاني زينة ديني زيدان وكان في اسباب بصراحة مضحكة شوية بالنسبة لانه ما يجيش لدور انجليزي منها المدام اللي بترفض انها تعيش في انجلترا وفي مدينة منشستر معرفش ادلوقتي الزوجات بقوا متحكمين شوية في تنقلات المدربين يعني تابيش ديبلة في ايدك لا لا وكمان اللغة زيدان دايما بيفضل يدرب فرقة بتتكلم فرنسي او اسباني الانجليزي عنده برضو مشكلة في حاجز اللغة بعافية شوية اه غير كده انه هو ثقافته في البريمير ليج وماتشاط البريمير منعدمة تماما سواء كلاعب او مدرب فدول اسمين مستحيلين الاسمين المرشحين تين هاج كمؤقت وإلا نسيب الكرة ومتفرجش عليها خلص يعني لو جابه فالفيردي كمدرب دائم لا هو مدرب مؤقت هو ورودي جارسيا مدرب روما وليون الصبر فهم التنين مرشحين لنهاية الموسم لحين التعاقد مع اما موريسي بوشيتينو على حسب الصحف الانجليزية اما إيريك تين هاج مدرب ايكس لكن مدرب دائم فالفيردي هتكون صعبة جدا وإن كنت أشك أن منشستر يونايتد لو جه إرنيستو فالفيردي وقدم عروض جيدة هتدوله عادة ثلاث سنين اللي هو واضح أن العادة جهز على طول بيجيبون مدرب مؤقت اسمحوا لي بس أقف مع حاجة يعني اليونايتد في عز ماجدو كان في حد اسمه سير أليكس فيركس كان بمدير فني اليونايتد كان مكتسح بأوروبا كلها وتشكيل اليونايتد والأسماء اللي موجودة في اليونايتد وجماهير اليونايتد كمان أعتقد محتاجة كاركتر يعني اللعيبة دي مش محتاجة بس مدرب كعيس محتاجة كمان مدرب أو مدير فني ليه هبة ليه ليه شخصية تقدر تطلع من اللعيب تتعامل تسيطر على قط اللبس دي وتتعامل مع اللعيبة دي وتطلع منهم أحسن ما عندهم بعد ما مشي بتغرق منشستر ينايتد يعني هو سبب أساسي في بقاء سول شاير لحد الوقت كان دي جدد السقة فيه بما أنه طبعا مستشار في أني في منشستر ينايتد بقاء سول شاير لحد الوقت ده كان زي مولت حواك بسبب فكرة أنهما يروح يرجعوا لفرجسون نجيب مين أنا شايف لا يعني خلي فرجسون قاعد فوق يتفرج على الفريق ويشجع عكسها قصدك أنا شايف أن معظم اللي قاله ما حصلش يعني معظم اللي قاله كله بقاء عكس أنا وجهة نظر الشخصية كمان أن الوقت اللي مشي فيه فرمسون نقصو حاليا زين الدين زدان زين الدين زدان هو منشستر يمكن المشكلة اللي فيها بس أنه ما فيش مدير رياضي زي الانديال ده عموما في انجلترا فما فيش حد سواء كمدرب كرة سابق أو لعب كرة سابق موجود في النادي يأخذ القرار ده إيد وودورد هو المسؤول عن كل حاجة أو نائب الرئيس التنفيذي هو راجل بنكيري يعني بتاع حساباته مولوش في كرة القدم هو عدى النادي من مرحلة كورونا لكن هو ما يقدرش يأخذ القرار دي فدايما بالجول السرق والسرق اختياره الأول كان موريس بوتشتينو طيب هقفل منشستر نهاتل أتليتكو مدريد هو واحدة من المجلات القوية جدا سريعا رأيكم فيها ومين فرصه أقرب ميلان وأتليتكو وعنوك زجاجة لميلان أنا شايف أنه هيكون صعب أن ميلان يعدي وإن كنت الكرة ما فيهاش مستحيل يعني وأتمنى أن ميلان يكسب ميلان أنا مشجع إيطالي بشكل عام وإن كان ده صعب أنا مشجع يوبنتوس بشكل عام مشجع ميلان بس يعني بحب الكرة الإيطالية مين يكسب فيهم زي ما قلت حراك أنا تمنى ميلان ميلان في نفس الوقت طبعا أتليتكو مدريد يعني يقاتل يا مقتول في المطش ده بعد النتائج الأخير يعني دي برضو واحدة من موجهات القوية نهار طبعا سريعا جدا انتر ميلان شاكتار دونسك 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 اه انتر ميلان انتر ميلان حسن صدرت المجموعة انتر ميلان لو كسب يحسن اه فاروق ليفر بول طبعا ليفر بول نهاردة احتمال يورجين كروب يريح السكوات اعتقد ايعمل تغييرات هو تأهل خلاص صح بسالة يعني انا بصفر برضو يعني ممكن لا نشوف صراحه بصفر المؤتمر قال العكس كده قال انه هو يلعب العديب بالنسكوات اه بصفر طيب منشستر سيتي بي ا ا ا جي منشستر سي ستة يعني نتجة كبيرة ان شاء الله ان شاء الله بروغ ولايبزيج والله المجموعة غريبة شوية لو بروغ كسب لايبزيج وهو واحد خسر من السيتي وبريس سان جرمان اخر مباراة هتبقى مهم تتغير التبريب اه طبعا جايز كل شيء جايز اه سبورت انجليش بولا بروس دورتموند دماتش مهم الاتنين وستة نقط ايكس طبعا اللي يكسب النهاردة اللي يكسب هو اللي يتعال مع ايكس شريفت الرسول وريال مدريد المباراة دي برا في ملعب شريفت الرسول شريفت الرسول كان عام مفاجئة بتهالي في اللقاء الاولاني كسب سانتياجو بالنبيه اتنين وحد مطشي ده صعب جدا لسبب لان ريال مدريد لما يروح مولدوفا فريق بلد برضو ما تلعبش المطشد كتير الجماهير هتبقى متعصبة جدا كل لعب عايز يسبت نفسه ضد ريال مدريد في ارضه وضد اكبر نادي اعتبر في العالم وفي حافز انا كسبان اه ممكن كل شيء في ملعب ست نوعات من اول مطشين فهيكون بالنسبة له يعني هيموت على ست نوعات اللي جايين دول طيب نشوف ترتيب المجموعات سريعا كده مع عشيف ونادر طيب المجموعة الاولى عندنا سيتي في الصدارة وراه PSG وراه كلاب روج ووراهم لايفزيج لايفزيج باي باي خلاص طبعا طيب روج لسه فيه من بعيد من بعيد مباراة مواجهة مباشرة صحيح مجموعة التانية فضل فاروق اعتقد بورتو ليفربول في المركز الاول ليفربول بورتو أتلتكو مدريد وميلان ميلان كان قدامه مانشين بورتو كان يعمل حاجة ما عملش حاجة اعتقد يعني يتنازل عن فرصه بس رقميا لسه عنده فرصة عنده فرصة بس صعبة جدا يعني لفربول اعتقد انها قتلتكو مدريد ممكن يكسب النهاردة قتلتكو مدريد لو كسب النهاردة عدى خلاص على ملعبه اه خلاص بين ليفربول اول وقتلتكو مدريد تاني طيب نروحنا للثالتة نادر ايكس حسم صدارة المجموعة بشكل رسمي بالنسبة لي شايف ان دورتموندي اكسا بسبورتينج لاشبونة خلاص صعد مع ايكس وعتقد ان دال سبع نقاط وشرف تلسول لسه عنده فرص لسه عنده فرص شاختار هو الوحيد يعني باي باي خلاص شرف ممكن يلعب دوري اوروبي لكن لو عمل نتيجة النهاردة ده دريال مدريد هتبقى مفاجأة كبيرة جدا دريال مدريد يروح ايكس ايكس اه دريال مدريد لا يبقى عنده ومورا الأخيرة بقى لسه اه شرف تلسول ستة لو كسب النهاردة ريال يبقى تسعة ريال يبقى الجولة الأخيرة بين ثلاث فرق تحسم المجموعة طيب الخامسة الخامسة دي الموتش اللي جاي ده حاسم ومصيري بالنسبة لبرشلونة فهي لهوي زكريات التمانية لك أنت تخيل ان البرشلونة محلقة لأ جنر بيكي وتشابير بتحدوا يا حطى داريني لكن هما بيتحدوا فرقة فائقة جدا هي فرقة غير البايرن ممكن تقول علامة كاملة 15 نوط يبقى محتاج ان البرشلونة يكون منافس ليه في الأدوار فرص بين فيكا رغم انه متأخر في الترتيب على البرصة أعلى من فرصة من فرصة انه هيلاعب دينامو كيف آخر المجموعة على ما لعبه والبرصة هيطلع برا يلاعب البايرن لو ندخل المجموعة دي لو كان بين فيكا سجل الهدف الأخير الفرصة الأخيرة اللي جات في كان باي باي خلاص نروح السادسة يونيتد فيا ريال أتلانتا يانج بويز نتيجة نتيجة ماتش أتلانتا ويانج بويز التعادل أتلانتا أهل منشست كأول كمان كمتصدر المجموعة ما بين فيا ريال وأتلانتا يلعبوا بعض مواجهة مباشرة على بتاهم الجولة دي آخر محطات المجموعة طيب من الكشر عن أنيابه وقال أنا فريق مرشح أو فريق جدير بتحقيق طيب ناخد السبعة يال السبعة بسرعة ليل وريدبول ويسبيا صعب أولية وفولسبورج كلهم قريبين يعني كلهم وربعة في الترتيب المجموعة دي قبل البطولة وقت القرعة الناس كلها كانوا يتكلم أنها مجموعة يروبا ليج ومجموعة مشيبقى فيها منافسة فيه فرقة تضمن واضح أن دي أكتر مجموعة فيها تنفسي لحد الجارة الأخيرة كلهم عندهم نفسي الاربعة عندهم فرص التأهل ومجموعة الأخيرة المجموعة التامنة تشيلسي خلاص طبعا ويفينتوس وتشيلسي هيتأهل متصدر طبعا بحكم الموجات المباشرة فريق الأهداف ومعطاقة الحسم تخلاص وسان بيترسبورج ومالمو طبعا باي باي من زينة هيتأهل بقى من المجموعة بانت ملامح الدور اللي جاي من الفريق اللي تقوله أنه أقدم أوراق اعتماده يعني في مرحلة دور المجموعة وبيقوله أنه أجهز المنافسة على اللقب من وجهة نظرك أنا شايف انبار ميونيخ اختار لي ثلاث فرق نادر من وجهة نظرك واحد اتنين اتنين شايف انبار ميونيخ رقم واحد بعد الأداء اللي بيقدموه العلامة الكاملة في المتشاط اللي قدموها رقم اتنين بالنسبة لي شايفنا قد تكون مفاجأة بس ايكس امستردام ايكس عامل بطولة استثنائية من بداية بطولة ما حققش اللقب من يحققش طبعا لقب من الفرق اللي قدمت مستويات ممتازة في الدور لكن عايزت تكتفي ببيعونيخ مرشح ببيعونيخ مرشح الفريق الوحيد الحالي اللي عنده الشخصية اللي بعده تشيلسي على خبت اللي بعده تشيلسي فاروق تشيلسي والقرعة بس ما ظلمتش تعرف القرعة ممكن تجيب لك حاجة مبكرة كلهم اوائل فممكن يتفرعوا يبعدوا عن بعض بس ممكن يجوا بعد كده تلاقيهم خبطين في بعض في الثمانية أو في الاربعة هنلاقيت تشيلسي بمانشستر سيتي باير ميونيخ ما أعتقدش انها ممكن تخرج برا للسلاسية تشيلسي منشستر سيتي سيتي باير ميونيخ أن يمشي بس لا الفريق عنده فرص بالنجوم اللي موجودة هبعد معاكم سريعا جدا عايز أغطي معاكم المركات الشتوي لأنه كلام كتير جدا فترة فتت عن عدد كبير جدا في حالة نشاط في السوق بير طبيعية كلام كتير جدا على بعض الصفقات سواء مرتبطة بأسماء مدربين أو سواء وخلينا نبعد عن مدربين هكلمكم على العيد عشان وقتين لسه هناك كلام ريال مدريد والمشاكل بين باريس سانجرمان فهل هو هيخلص مع اللعب في الصيف أو هيتفق معي بشكل رسمي في يناير بس أعتقد أنه أكثر صفقة الناس مستنيةها في يناير الذي جاء كيليان مبابي من PSG لريال مدريد سأعتقد أنها تكون صفقة كبيرة وأنها تحصل في يناير يعني يناير الأندية دائما بتحافظ على لعيبتها أنها باريس سانجرمان يستغنى عن كيليان مبابي يعني لو ريال مدريد عرض في الصيف 150 مليون ومرديوش 200 سمعنا أنه وصل 200 ومرديوش فمستحيل يعرض في يناير في وسط السيزون هيستغنوا عن واحد من أهم اللعب أتكلم في فكرة أنه أنت أنت تصل لإتفاق مع اللعب خلاص أنت بارسا بالنسبة كبيرة بس الكلام برضو عن محمد صلاح ممكن شوية يأجل صفكة ستيرلينج بالنسبة للبرشلونة لكن هو حاليا معدودة في منشستر سيتي وصل لطريق بلوك مع بيب جوارديو لما يلعبش ومالوش تأثير في الفرقة فقروجه حتى في شهر يناير ليس يأثر على الفرقة في الدور التانية فمتوقع أنه ممكن يروح بارسلونة بنسبة كبيرة جدا مو صلاح والبرسا في كلام كتير صيف مش مركاتو شتوي مش مركاتو شتوي ومعتقدش أن صلاح هيتعلن عن تجديده قريب هو مركز حاليا مع ليفربول ومركز مع فبطولة الأمم ومباراة شهر مارس مع المنتخب المصري فهيأجل كل قراراته لحد الصيف ما يجي وأتعبر شلونا يقدم عرضه هأجل كلامي على المركاتو لأنه لسه شوية ويمكن على الأسبوع اللي جايت كون الدنيا بقت أوضح استمتعت موجودكم جدا معي وبشكركم شكرا جزيلا على التخطية وأتمنى إن شاء الله تتابعوا وجبة ممتعة جدا النهاردة البي أش جي اللي زي ما رشحت لحضراتكم بي أش جي من سيتي أتلاتكم مدريد إيسي ميلان ماتشين حقيقة النهاردة هيكون ضرب نار وبكرا إن شاء الله نستمتع بقى ونختم الأسبوع بمباراة الأسبوع المواجهة المنتظرة طبعا كل التوفيق لرجالة الأهلي بكرا إن شاء الله في محطة الأخيرة قبل توقف المسابقة لمشاركة المنتخب المصري مع المنتخبات العربية في بطولة العرب كل التوفيق لرجالتنا بكرا في مواجهة سموحة وأتمنى إن شاء الله تستمتعوا النهاردة بمطشاط بالليل في بطولة الشامبينز ليج شكرا